السلام عليكم أهلا وسهلا بكم طلابنا صف الرابع العلمي لمعدة الأحياء المحاضرة الثانية للفصل الأول نبدأ إياكم مراجعة مادة الفصل الأول وصلنا بالمحاضرة الأولى إلى أسس التصنيف الحديث قبل أسس التصنيف الحديث لازم نعرف الوحدات التصنيفية التي قسمها العلماء وتقسم الوحدات التصنيفية إلى النوع أولا النوع ثانيا الجنس ومن بعد الجنس الجنس طبعا يضم نوعا واحدا أو أكثر إذن هسا أولا النوع ثم الجنس ثم العائلة بالتسلسل اللازم هذه بعد العائلة الرتبة ثم الصنف ثم الشعبة ومن ثم المملكة أو العالم المملكة أو العالم هاي لازم الطلاب بالتسلسل هاي أسس التصنيف الحديث التصنيف الأكثر قبولا في وقتنا نحاضر هو الذي وضعه العالم روبرت ويدكر عام 1969 بخمس عوالم اللي هي أولا عالم البدائيات أو الأوليات عالم البدائيات أو الأوليات والذي يضم أحياء بدائية النوات اللي هي البكتوريا والطحالب وخضر المزرقة ثانيا عالم الطليئيات والذي يضم الطحالب حقيقية النوات والأحياء الأولية كالبرامسيوم واليوغلينة ثالثا عالم الفطريات والذي يضم أنواع الفطريات كأفن الخبز والعرهون عالم النباتات اللي يضم النباتات بجميع أنواعها اللي هي الحزازيات والسرخسيات والزهرية نباتات الزهرية التي تضم ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتين وخامسا عالم الحيوان الذي يشمل الحيوانات متعددة الخلايا واللي يضم مجموعتين الفقريات واللافقريات وضمنها الانسان هذا مخطط يوضح العوالم الخمسة اللي وضعها العالم ويدكر هنا أنا أدكم البدايات والأوليات كالبكترية بعدها الطليئيات اللي هي الأميبيا المبرامسيوم اليوغلينة بعدها الفطريات والنباتات والحيوانات طلاب عندي هنا التماثل والمضاهات مقارنة بينوتهم مهمة من حيث التعريف التماثل ماذا يقصد بي؟ يقصد بي هو التشابه في النشوء والتركيب التماثل هو التشابه في النشوء والتركيب بغض النظر عن الوظيفة مثال عليه كما هو الحال في الأطراف الأمامية للطير والإنسان تتشابه بالتركيب لكن تختلف في الوظيفة نعرف للإنسان للأطراف الأمامية وظيفتها أنه مسك الأشياء مسك الأجسام أما في الطيور تستخدمها الأطراف الأمامية للطيران المضاهات هو التشابه بالوظيفة بغض النظر عن النشوء والتكوين بالوظيفة مثلا جناح الفراشة وجناح الطير اثنين يستخدموهم للطيران تمام؟ بغض النظر جناح الفراشة يختلف عن جناح الطير جناح الطير يحتوي على إظام جناح الفراشة لافقاريات إذن هنا أنا مقارنة من حيث التعريف عندي بعدها تنوع الأحياء تنوع الأحياء نعرف أنه عدد الكائنات الحية على الكرة الأرضية عديدة لا يمكن عدها بها أنواع تعيش في البيئة اليابسة أنواع في البيئة المائية بعدها غير محددة وذلك هنا تعليل أنه عدد الأنواع للكرة الأرضية للكائنات الحية على الكرة الأرضية عدد غير محدد بدرجة دقيقة بسبب الاكتشافات المستمرة للأنواع الجديدة فالله أنه هناك مناطق عديدة من العالم لا تزال غير مدروسة مثلا الغابات المطارية الاستوائية زيانة الطلاب يعني أنه الأعداد غير محددة بسبب الاكتشافات المستمرة لأنواع الكائنات الحية طبعاً أعداد الأنواع المعروفة والتابعة لمملكة الأوليات البدائية والفطريات يصل إلى مئة ألف نوع لكل منه وعدد الطليئيات يصل إلى ستين ألف نوع مملكة النباتات تصل أنواعها إلى مئتين وسبعين ألف نوع تقريباً هاي يعني أعداد تقريبية ممضبوطة مئة بالمئة ويتزاوز عدد الأنواع في المملكة الحيوانية إلى المليون نوع هنا عندي سؤال مهم يتأثر تنوع الأحياء بعوامل إيجابية وعوامل تؤدي إلى تقليص عدد الأحياء العوامل الإيجابية التي يتأثر بها الأحياء التي هي عندها حدوث تغيرات فيزيائية لموطن الكائن الحي التي تؤدي إلى ازدهار المغذيات مثل سقوط الأمطار أو تدفق مياه إلى البركة ثانياً اعتدال درجة الحرارة إذن هنا ازدهار المغذيات التي تؤدي إلى سقوط الأمطار تدفق المياه إلى بركة واعتدال درجة الحرارة أما هناك عوامل تؤدي إلى تقليص التنوع الأحياء والتي تشمل مثلاً إدخال أنواع غريبة قادمة من مناطق أخرى إنشاء مدن سكنية أيضاً تؤدي إلى تقليص عدد الأحياء ممكن ازدهار الزراعة من خلال توسيع الرقعة الزراعية هذه العوامل ستؤدي إلى تقليل من فرص التنوع الأحياء وبالتالي يؤدي إلى تقليص عدد مواطن الأحياء تنظمة عدد هذه Incredible تنظمة عدد تم مستخدم